لأن بركات طبعا في قناة النادي الأهلي أو هو كواحد من نجوم النادي الأهلي ليه كل المحبة وليه كل التأدير لأنه على قد ما بيفرح الناس وبسعدهم وبيمتعهم فليه استقبال خاص وإحنا قلنا أنه هو حالة خاصة جدا وبنتمنى له كل التوفيق زي ما بيقول عنه عم فؤاد حداد أنا طاير القلعف ريحي زغرودة في قلبك من جوة تنده على إيش تلاقيه هو والدنيا تقول لك يا بو قوة ما أحلى مجياتي وما رويحي والهوى على البحري وعلى ودنه والشاطر أكبر من سنه والجد يقول أوعة ونه وش قد الجد في تفريحي الحركة بركة يا مراجيحي طبعا محمد بركات الإخلاص والصدق والأمانة الصدق مع النفس ومع الفريق ومع الجمهور ومع أسرته أصعب بكتير جدا أن أتكلم عن الكمانجة عن العصفور عن المغرد يعني السكينة اللي حنقطع بها الترطة هي قدامك وانت مكسوب بين لا هي مش قدامك بارسنا لو قدامك كنت فرمتها أعتقد أهيت بس أوعة أتقرب من بركات لا لا مش عارف طبعا يعني والله أنا مش عارف عايزينك تبقى صاخب بقى صاخب ايه في التقطيع ولا ايه لا لعلمك أنت في التقطيع ما يتخافش عليك ايه بهاد عن الصورة لأنهم فيه ناس تقريبا واضحوا أخدين عاملين حسابهم ياخدوا الصورة الله مسموح لك تأكل الحتة دي بس مين أنا مسموح لأكل أي حاجة خلي بالك ومش حيفضل منها حاجة السيد سلسط طبعا أنا أكيد سعيد أنا أتشرف طبعا أنا مع حضرتك النهاردة بشكرك على الحلقة الجميلة بشكر فري العامل كله والناس اللي تعبت معنا الناس اللي هي خلف الكاميرات وخلف الكواليس شوفت أنا جدعي زيك واللي في الفواصل حقوكم أهضوما أنا عارب لا والله أنا طبعا سعيد بكم كلكم متشكر ويعني ده أنتم الدين أكتر من حقي ويا رب إن شاء الله كده يبقى عند حسن ظنكو كده على طول ومن أحسن لأحسن بإذن الله لما يبقى في عندنا بركات في النادي الأهلي بنقول والله تستاهل يا أهلي بشكر كابتن محمد بركات اللي أسعدنا النهاردة وأعتقد من رسائلك وبين حجم السعادة وبشكركم جميعا أتمنى إن ما نكونش نكون كنا ضيوف عليك وتقال لأنه لما يبقى في بركات بنبقى عاملين أكيد زي النسمة عنوان بيتنا زي مكان مش ممكن تنسوا العنوان ترجمة نانسي قنقر شكرا